اشتركوا في القناة وهذا الموضوع نتناوله من الجوانب الآتية الوقت وإدارة الجودة الشاملة والوقت الحر وعلاقته باستثمار الوقت وإدارة الوقت للعهد الإقطاعي وإدارة الوقت في بداية السورة الصناعية ثم نتناول المضيعات الخارجية للوقت وأسرى في تغليل كفاءة استثمار الوقت والآن إلى النقطة الأولى من هذه المحاضرة وهي الوقت وإدارة الجودة الشاملة للوقت في دارة الجودة الشاملة معاني محددة تتمثل في الآتي تحديد وقت تقديم الخدمة أو السلعة للمستفيدين منها تحديد الفترة الزمنية التي يستغرغها إعداد الخدمة أو السلعة وتجيزها حسب المواصفات الجودة المعتمدة تناسق طويلة العمليات التنفيذية في مختلف قطاعات وعقصة منظمة ذات العلاقة بتقديم الخدمة أو السلعة استبعاد كافة أشكال الوقت الضائع ومحاربة كل مصادر إهدار الوقت في عمليات المنظمة في الجودة الشاملة الوقت له معاني لا بد أن يكون الوقت محدد ولا بد أن تكون الفترة التي يستغرغها للخدمة محددة لا بد أن يكون هناك تنسيق في العمليات التنفيذية في مختلف قطاعات وأقصة من منظمة ذات العلاقة وتقديم الخدمة ويسمك ذلك استبعاد كافة أساليب التي تؤدي إلى إضاعة الوقت بهذا الفهم يعتبر الوقت أغلى موريد بل أعلاها تكلفة حيث يمثل عنصر منافسة في المفاهيم الإدارية الحديثة إذ يمكن استخدامه وتوظيفه لصالح الوصول إلى السوق والعملاء الحاليين والمتوقعين مستقبلاً كذلك توظيفه باعتباره ليس باعتبار الوقت أنه هو جدول الأعمال فقط وتوزيع الوقت بين الاجتماعات المختلفة للمدير بل هو استثمار مخطط للوقت وإنتاج السلع والخدمات لتحقيق المنافع والقيم التي تهدف إلى المنظمة إلى تحقيقها من خلال توظيف الوقت بأبعاده السلاسة لا بد أن نوظف الوقت بأبعاده السلاسة الماضي لأخذ العبر والحاضر لما نحن فيه الآن والمستقبل لما هو متوقع بأعلى كفاءة لتحقيق قيمة مضافة وهي المنطنة الأساسي للإدارة المعاصرة إن إدارة الجودة الشاملة تبنت الفكرة اليابانية القائمة على تفادي أي أخطاء وتحقيق الإنجاز بصورة صحيحة من المرة الأولى مع الغدرة الاستجابة السريعة على متغيرات السوق بطريقة مختلفة مما يؤكد خصوصية المنظمة المعنية إدارة الجودة الشاملة تبنت الفكرة اليابانية القائمة على أن يتم الإنجاز بدون أي أخطاء وأن الهدف العمل يتم بصورة صحيحة من المرة الأولى دون تكرار للعمل وهذا يؤكد كذلك الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق بطريقة مختلفة عن مؤكد خصوصية المنظمة المعنية التي هي العملاء عناصر المنظمة الخمسة تمثل في العملاء والعاملين والعمليات الإنتاجية والمعرفة التظيمية وسسلة الموردين والموزعين فهذا التنسيق يتحق من خلال الخمسة أشياء أساسية توفير السلعة والخدمات ذات القيمة لعملاء فور طلبها والتعلم والاستفادة الفورية من المعلومات والخبرات التي يتحققها النظمة وأفرادها بخلال محيطها كذلك التوافق والتاغلم مع المتغيرات والمستوجدات كذلك التنفيذ الفوري لعمليات والإجراءات والاستراتيجيات أيضا الاندماج الفوري للموردين وشركات سسلة التوريد في عمليات المنظمة ورطن بأهداف المنظمة وأهدافها الاستراتيجية مما سبق يتضح لنا أن دور الوقت كمورد رئيسي لجميع عمليات الإنتاج سواء كان هذا الإنتاج خدمات أو السلع يتم بكفاءة وفاعلية ولا بد من ضرورة استغلال الوقت وتوظيفه لصالح هداف المنظمة ولصالح تحقيق الأهداف الفردية والشخصية وهذا يؤكد ضرورة دراسة جميع أبعاد وجوانب استثمار الوقت كمورد أساسي وعنصر هام من عناصر إنجاح العمل الإداري فلا بد من التأكيد على أهمية إعداد وتأهيل وتدريب القيادة الإدارية تدريب القيادة الإدارية الحديثة على عملية التعامل مع الوقت واستثماره بكفاءة وفاعلية تحقيق أهداف المنظمة وتطويرها حاليا ومستقبلا إن الحديث عن استثمار الوقت مسي الجوهر ومضلون إدارة الوقت إن الإدارة الحديثة هي الوقت بحسن نتعني في حققتها كيفية التعامل مع الوقت واستغلاله ممثلا في دغائره وساعاته وأيامه وشهوره وسنواته وكل ذلك لصالح حياة الفرد ولصالح التنظيم والمجتمع وعدم تركه يضيع حذرا دون أن يستثمار رصالح حياة الإنسان وخير البشرية إن استثمار الوقت من أجل أهداف مجدية ومفيدة يشكل الفرق بين الفشل والنجاح وبين الرضا وعدم الرضا وبين الخسار والربح وهذا ما حدى بالدارسين وكل الشركات ومؤسسات العمال أن تضع عامل الوقت كموارد أساسي وكأهدى الموارد الأساسية لها للعملية الإنتاجية والاستثمارية بل تضعه على رأسها وذلك الطبيعة التي حيث أن الوقت غير غابل للحفظ وغير غابل للتجيد وغير غابل للزيادة وغير غابل للتخزين فإن الوقت يجب أن لا يبدد أبدا وإنما يجب أن نستثمر على الدوام وإن حين نبدأ الوقت أو نستخدمه بدون أهداف بذلك نكون ضيعنا سيئا سمينا وقاليا وإضاعت هذا الشيء السميع الغالي يعني عدم تحقيق أي مكاسب للمؤسسة أو المنظمة فالوقت الذي يستثمر في العمل والاستخدام يجب أن يهدف إلى تحسين الإنتاجية وأن ينجز المزيد في ساعات أغل الوقت يجب أن يستثمر للعمل ويجب أن يستخدم في تحسين الإنتاجية والإنجاز العمل في ساعات أغل أن الوقت الذي يستثمر لمنفعة الفرض يجب أن يكون هدفه تغبية وضع الفرض الشخصي أعزي المشاهد الكريم الآن نتحدث عن الوقت الحر وعلاقته باستثمار الوقت الوقت الحر هو الوقت الذي لا يستغن مصطحة العمل لذلك يجب أن يستثمر هذا الوقت في بناء الصداقات وتغوية الرابط الأسرية وتحسين وتطوير المهارات الزاتية بما يعود بالخير على الأسر والمجتمع وكذلك هذا الوقت الحر يجب أن نستخدمه في الراحة والاسترخاء بما ينعيش الجسم ويقوي العضلات حتى يكون وكذلك بقوة الروح والعقل حتى يكون الإنسان على ثمن استعداد للعمل فقد بدأت غضية ثارة الوقت وكوفية توزيعي وتحديث ساعة العمل يومية والإسبوعية تأخذ الحجم الأكبر في البلدان الصناعية مع بداية الصورة الصناعية في أوروبا وأمريكا أما في العهد الإقطاعي فلم يكن هناك اهتمام بالوقت وسنتحدث إن شاء الله عن بداية الوقت في العهد الإقطاعي في العهد الإقطاعي كانت المجتمعات الزراعية فالوقت ينسب إلى المواسم الزراعية موسم الزراع وموسم الحصاد وموسم تخزين المحاصيل وكانت المواسم مرتبطة بالطخص الصيف خريف الشتاء وبالثالي تسأسر الحياة وإيقاعها بهدوء والرتابة إذا استطيع الفرض اللي حاق بها واستثمارها لصالح الذراع والمرعب والاسترخاء دون غلغ أو توتر حيث يسير الوقت بهدوء وهناك متسح فيه لجميع أجل المشاهد الكريم نتناول الآن إدارة الوقت في بداية الصورة الصناعية في بداية الصورة الصناعية كان هناك الاهتمام بزيادة الإنتاج وتكسيف الربح وشدة المنافسة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وبدأ الوقت يمثل محوراً في الحياة العلمية نتيجة الاتجاه محوراً في الحياة العملية نتيجة الاتجاه صحاب العمال لاستغلال أغلب ساعة اليوم لتحقيق موقف تنافس السليم من حيث حجم الإنتاج ونوعية الصناعات ونوعية الإنتاج في الصناعات المختلفة الحصول على الهوايد والأرباح في ظل الظروف قاسية دون أي اعتبار للإنسانية لإنسانية العمال دون أي اعتبار لإنسانية العمال أو ظروفهم الصحية ودون أي إحساس بالقبنة الذي يلاقيه العمال لذا بدأ العمال ينظمونها أنفسهم في جمعيات ونغابات واتحادات لتحسين شروط عملهم أفضل وحياة أكثر إنسانية لذا ظهر ما يربي الصراع الطبري واخذ هذا الصراع بعاداً مختلفة فكانت الإضرابات والمظاهرات والطباط في العمل وكانت مطالب العمال وتخفيص ساعات العمل وزيادة ساعات الراحة من هم المطالب التي تدرد بها العمال حتى أن هذا الصراع أخذ بعداً مؤسسياً وقانوياً على المستوى المحلي والعالمي حتى تم الاتفاق أن تكون هناك ساعات محددة للعمل وساعات محددة للراحة فتم تحديد ساعات العمل لسبوع أربعين ساعة بما أدى الخمسة أيام في الأسبوع ومنظمة العمل الدولية تبنت هذا الاتفاق وأصبح أصبح الاتفاق عليه قائم وأصبحت هي المدافع عنه وتطبيقه في العالم أجمع ولكن رغم التواضع على هذا الاتفاق الذي ينص على ثمانية ساعات في اليوم أصبح إذا كان العمل لثمانية ساعات في اليوم أصبح الوقت الحر هو ستتاشر ساعة في اليوم فقد أخذ هذا العمر وقتاً وجوداً طبيلاً بل صراعاً مريراً بين الجانبين المخدم والعامل إلا أن النظرة لهذا التقسيم للوقت والتوجيه الفلسفي والعلمي نحوه والتغير بصورة جزرية كاملة ذلك نتيجة النظرة لعوامل نتيجة النظر لعوامل الإنتاج فإدارة الوقت من ناحيةه فجميع النظرات الإدارة الحديثة ننادي أن العامل المحفز والمستمتع بسعادة كافية للراحة والاستجمع هو الأخضر على الإنتاج الزيادة الإدارية بتقول العامل المحفز والمستمتع بساعات كافية للراحة والاستجمع يكون أكثر إنتاج من العامل المستحلك في العمل لذلك رغبة العامل في الإنتاج وتكون أكثر غابرية للعطاء وأكثر رغبة في الإسهام في المشاركة في تحقيق أهداف المنشاة وأثبت الدراسات العلمية أن الساعات الحرة التي يغضيها العامل في الراحة والاستجمع هي مسابة الطاقة والوغود الذي يستعد به ويتزود به ليجعله أكثر استعدادا لمزيدا من البزد والعطاء لهذا في الإدارة العليا دائما أو إدارة تلمية الموارد البشرية لم تعد حريصة على إرحاق العاملين بتطبيق مبدأ الأربعين ساعة في الأسبوع وأن كثيرا من المنشآت والشركات أصبحت تفرض على عامليها إجازات مدفوعة الأجر يغضوها سنويا في أماكن وبل تتكفل بمصاريف الزهاب والعياب إلى منتجات عالمية وهذا يؤكد أن توظيف الوقت الحر يصب في النهاية المطاف لصالح استثمار الوقت بطريقة إيجابية وفاعلة بالأمر الذي يؤدي إلى زيادة إنتاج العاملين وإنعكاس هذه في حجم الإنتاج وفي كمية الإنتاج وهذا سبب مبرر لتخصيص ساعات للعمل وبالتالي ارتفاع المؤدل الوقت الحر يستثمر أجدا في الراحة والاستجمام والغوضة عن مزيد من العطاء والبزل في استثمار الوقت بصورة أفضل هذه المشاهد الكريم نتحدث الآن عن مستويات استثمار الوقت وإن استثمار الوقت على المستوى الكلي لا يغل همية عن استثمار الوقت على المستوى التفصيلي أي أن مستوى الإدارة اليومية فإذا اهتم المديرون والأفراد بالساعات والدقائق والسواني فإن الأسابيع والشهور والسنوات ستحتم بنفسها وغضغيلة اهتم بتوفير الفئات العرضية الصغيرة فإن الفئات النغضية الكبيرة ستحتم بنفسها تحتم تفصيل المديرون لأن الوقت ستحتم تحقيق من أن نحن عندما نحتم بالدقائق والساعات والسواني فبالتالي الشهور والسنوات تحتم بنفسها وبالتالي إذا اهتمنا بالساعات والدقائق فبالتالي نكون اهتمنا بالأيام وكذلك اهتمنا بالشهور وكذلك اهتمنا بالسنوات فالاهتمام بالفئات الصغيرة يؤدي إلى أن يكون هناك اهتمام بالفئات الكبيرة نجد أن مستر روي أليكساندر يقول يا لها من حماقة أن تخشى ضياع حياتك دون أن تشعر بشيء تجاه تبديد دغائقك وساعاتك وهذا يعني أن الاهتمام بالوقت وإدارته يجب أن يبدأ بالاهتمام بالدغائق والساعات مستر روي يقول من الحماقة أن نخشى الغضايح حياتك دون أن نشعر بشيء تجاه تبديد دغائقها وساعاتها فالتبديد الدغائق والساعات بالتالي هو تبديد للوقت ككل أزمي المشاهد الكريم نتحدث الآن عن المضيعات الخارجية للوقت وأثرها في تغليل كفاءة استثمار الوقت المضيعات الخارجية وأثرها في تغليل كفاءة استثمار الوقت نجد أن أكزاندر روي يضع نظرية في كيفية استثمار الوقت بضرجة عصوة وما يجب أن يستفاد أن يتفاداه المديرين من خلال تدخلات أكزاندر روي من وجهة نظره في كيفية استثمار الوقت يضع درجة عصوة فيما يجب أن يتفاداه المديرين من تدخلات خارجية من شأنها تغليل من استثمار الوقت الاستثمار الأمثل وهذه التدخلات تتمثل في الآتي أولا سياسة الباب المفتوح فرغم وجهة هذه السياسة ورغم أنها جيدة إلا أنها تستغل بواسطة المتعاونين لعاقة تسلسل أفكار المدير لذا يخترح الأكزاندر غفل الباب المفتوح ساعتين في اليوم من الساعة التاسعة حتى الساعة 11 صباحا وذلك يتمكن المدير من التفرع الكامل لبعض الغضائي المهمة وهما يورب نظرية الوقت الهادي أو ربيع الوقت ثم يواصل مع من عملهم مع وكالمحتاج السياسة الباب المفتوح بمعنى أن يكون المدير بابهم مفتوحا لكل العاملين ولكن هذه السياسة رغم أنها جيدة وممتازة وتساعد في تغليل الوقت كثيرا إلا أنها تستغل من بعض المعاونين يستغلها في الونساة وفي غيره من المور التي تضيع عمل المدير وتعيق التسلسل أفكاره لذلك يخترح روي أن سياسة الباب المفتوح يجب أن يقفل هذا الباب ساعتين في اليوم حتى يتمكن المدير من التفرع الكامل لبعض الغضائي المهمة وهما يورب نظرية الوقت الهادي كذلك الزوار وكسر الزوار برضو تضيح كثير من الأعمال فيرى روي ضرير وتفحص الأسباب التي تجعل الزوار يصلون إلى وقت المدير والعمل على معرجتها بالآتي سياسة الباب المفتوح يجب أن لا تعني فتح الباب بل تعول إلى إمكانية الوصول إليه إلى من يحتاجون لمغابلة المدير في إنجاز معامل سياسة الباب المفتوح لا تعني فتح الباب عند روي بصورة كاملة لذلك يجب أن يصلوا من هم في حوجة لمساعدة المدير لإنجاز بعض أعمالهم كذلك عدم القدرة على إنهاء زيارات بالنسبة للمراجعين وبغائهم لفترات طويلة هذه كذلك تعالج بأن المدير عليه أن يسهب لهؤلاء المراجعين في مكاتبهم لإنهاء المهمة أو وقوف المدير أمام مكتبه لمغابلتهم لإنهاء المهمة خارج مكتبه ليشعروا مضرورة تفسار الزيارة أو ترتيب الأمر مع أحد معامنيه ليجي إلى المكتب المدير ويغاطع الاجتماع بإعلان وجود أمر طاري ومهم فبالتالي يجب انتهاء الاجتماع كذلك موقع مكتب المدير لا بد أن يكون موقع مكتب المدير في مكان سهل يسهل وصول إليه ما يكون غريبا من وجود مغرر للمراجعين كذلك موقع مكتب المدير يجب أن يكون سهل الوصول إليه من خلال مراجعين الأمر الثاني هو المحادثات التي تشتت الأفكار والانتباه فهذه المحادثات يجب أن يحدد لها المقابلة المدير عندما نقابل المدير الزوار يجب أن تثم معالجة هذه اللقاءات أن يحدد وقت بداية ووقت نهاية للزيارة ويختار طائم المقابلة بالوقت المحدد لهذه الزيارة أو أن ينهض المدير ويقيف بمعنى انتهاء المقابلة أو أن يصحب المدير استغلال مكتب آخر لمقابلة المراجع ويترك المدير المكان إذا شعر أن الموضوع يستوفى حقه من النقاش كل هذه المعالجات يجب أن تتم حتى لا تضيع الزيارة حتى لا تكون هذه الزيارة السبب في تشتيت الانتباه وتشتيت أفكار المدير عزيزي المشاهد الكريم الآن نتحدث عن تغليل المقاطعات لوقت المدير من قبل الزوار وزوار الحاجات الفردية وهذا يتم معالجته من خلال آتي تحديد وقت يتفق عليه لمقابلة المدير لا يسمح بتجاوزه المقابلات تكون غصيرة وتثم وقوفا خارج المكتب كذلك الإصرار الأخذ موحيد مسبغة للزيارة تغليل عدد الكراسي المكتب وتحول وترك المكتب مغلغا دائما تفادي الدخول مع الزوار في محاسات جانبية وغير ضرورية تجنب زيارة من محاولين استغلال آخرين لأغراض مشخصية هذه كلها تغلل من المقاطعات لوقت المدير وحتى المدير يستفيد من وقته دون أن يستغل من أصحاب الحاجات الفردية فيجب أن تحدد لكل مقابلة وقت محدد ولابد أن تكون المقابلة غصير ولابد أن يكون هناك موعد مسبغة للزيارة النقطة الرابعة إطفال طابعة رسمية على السوق المدير ذلك باستخدام نسائل الحديثة في الغراءة واستعاب الخطابات والمذكرات والتغارير مثل هذا السوق الغراء الانتقائية وغيرها يساعد المدير في استخدام وقته لإستخدام الأمثل وكذلك يجب أن يكون المدير مدرب على اختصار رسائل وكتابة ملخصة بخط اليد وكذلك هذه الاجتماعات بحزم وشفافية مع تركيز الضوء أو تصديط الضوء مع تصديط الضوء عن موضوع الأساسي في الاجتماع وكذلك لا بد أن تكون هناك غاية متحددة لأولويات ويجب أن يكون المدير مضبطا في هذا كذلك لا بد أن تكون المدير يبتعد عن السرسرة والانصراف لغضايا الجانبية على حساب الموضوع الرئيسية كذلك الإصرار على التزام الموعدة المحددة لبداية الاجتماع وعدم انتظار الآخرين وكذلك الإصرار في التعامل مع هدف الاجتماع وتوجيه النغاش نحو هدف الاجتماع كذلك توضع خلفية لموضوع الاجتماع لتسكير الناس بهدف الاجتماع حتى يمكن الرجوع إليها عند الحاجة بعد بداية الاجتماع كذلك يجد وسيلة محزبة لإقافة العضاء الذين يخرجون عن موضوع الحوار وجعلهم يلتزمون بالحوار في الموضوع المحدد كذلك عن مدير يلتزم الهدوء والسكينة وعدم يبدأ أي غلق أو اضطراب مع التزام بهمية الوقت المحدد لاجتماع وعدم توزيع الفرص وعدالة توزيع الفرص بين المتحدثين كذلك الاستجابة السريعة لطلب المعاونين بمقابلة المدير وتحديد الوقت الذي تستلزمه بكل مقابلة كل هذه الأشياء وكل هذه الضوابط لو تم اتباع الاستفادة عن المدير من وقت الاستفادة عن التامة واللي استطاع أن يستغل وقته ويستغل الأمسل بما يحقق أهداف المنظمة هذه الأساليب لو المدير استطاع أن يتبع هذه الأساليب ويطبقها على الواقع فنجد أنه يوفر كثيراً من الوقت فمثلاً الابتعاد عن السرسرة والانصراف إلى القضايا الجانبية على حساب الموضوع الرئيسي فنجد بعض أعضاء الاجتماع ينصرفون إلى السرسرة والحديث في قضايا الجانبية لا تكون من المواضيع المحددة لموضوع الاجتماع فمثل هذه القضايا قد يتحدث الإنسان في موضوع سياسي أو موضوع اجتماعي وهذا الموضوع لا يكون من ضمن مواضيع الرئيسية التي أليها الاجتماع كذلك يصر على الحديث في هذا الموضوع فلا بد أن يكون المديرة لبقاً ولا بد أن يكونوا مهزباً لقاف الأعضاء الذين يخرجون عن موضوع الحوار وجعلهم يلتزمون بهدف الحوار كذلك المدير أن يعمل ويقوم أن يصير إصرار تام مع إجزام موعدة الاجتماعات فهيجب أن يبدأ للاجتماع في موعده وعدم انتظار المتأخرين وأغسى بها أن ذكرت أن هذه الظاهرة أصبحت شائعة وأصبحت ظاهرة موجودة في مجتمعنا السوداني لرئيس الاجتماع أن يلدم دائماً جانب الهدوء والسكينة وعدم إبداء يغلق أو يضطراب مع الإتزام بالوقت المحدد للإجتماع وعدالة توزيع الفرص بحيث أن يوزع الفرص بين المتحدثين بصورة متساوية حتى يكون الحديث حديث مسمراً ومفيداً لمصلحة العمل ولمصلحة المؤسسة والتحقيق أهدافها فكل هذه الموجهات لو يلتزم بها المدير وعمل عليها يكون الحافظة على وقتاً منظمة وعملها ويستغل له استغلالاً أمسل أزل المشاهد الكريم إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاطرة والذي حدثنا فيها عن استثمار الوقت وأهمية استثمار الوقت وحتى على طريق في محاطرة غادمة أستوداك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة